مزيد من الامدادات العسكرية التركية تصل إلى طرابلوس ضمن الجسر الجوي التركي لنقل العتاد والأسلحة والمرتزقة إلى ساحة الصراع الليبي هذه اللقطات ترصد شحنات خرجت للتوي من مطار معيتيقة في طرابلوس بعدما أفرغتها طائرة شحن عسكري تركيتين رصدت هما مواقع متخصصة في مراقبة حركة الطيران مصادر ليبيا رجحت أن تكون الامدادات التركية الجديدة في طريقها إلى قاعدة البطية العسكرية في غرب ليبيا والتي تعرضت لقصف جوي فجر الأحد الماضي ما أسفر عن تدمير تجهيزات تركية بما في ذلك منظومة دفاع جوي متطورة يأتي هذا بينما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المثماري أن تركيا باتت تسيطر على غرب ليبيا بالكامل وأن مليارات الدولارات من أموال الليبيين يجري تحويلها إلى أنقرة إذا استمرنا في الصمت واستمرنا في الهدوء والسكون ستنقل السيادة الليبية وهي الأخطر هنا السيادة الليبية إلى أنقرة أؤكدا أن الأخطر من ذلك هو نقل السيادة الليبية إلى تركيا في الوقت نفسه قال المثماري أن الجيش الليبي أرصد التحركات التركية والتحشيد للهجوم على السرط والجفرة مشيرا إلى أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا ترجمة نانسي قنقر